يحصل عليها كاملة تجديد عقود اللاعبين اللي بتنتهي بنهاية الموسم الحالي اللي طبعا أبرزهم لأنه واخد كل العنوين فتوح ومعه بقى محمد عواد، معه محمد صبحي، معه شيكبالا نفسه، معه أوباما من ضمن اللاعبين أعتقد اللي بينتهي عقدهم بنهاية الموسم الجاري وبالتالي دول كلهم بالنسبة للزمالك في المجلس الحالي دي الأولوية تعالوا نقعد مع بعض ونجدد التعاقد ثم تأتي الأولوية التالية ليه؟ لأنهم طبعا في يناير يبقى من حقهم يمشوا الأولوية التالية، احنا كل ده لسه ما رحناش للسفقات الجديدة فك القيد طبعا كده كده ده لازم يحصل أنه مرتبط بالتعاقد مع اللاعبين فك القيد أساسا اللي موقوف عن الزمالك ثم تأتي مرحلة ضم اللاعبين طبعا الزمالك منطقي أن يكون لو عايز يجيب لعيبة في يناير يكون شغال على ده مع ده لكن هو بيعلم جيدا أنه خزينة الزمالك ليست مؤهلة لأن يعمل على كل الأولويات في نفس الوقت وآه طبعا طبيعي أن يكون طموحك أن مجلس الإدارة ده جاي بضخ مالي مبدئي لكن برضو الضخ المالي ده مش هيعمل كل الأحلام دي في شهرين فمبدئيا يعني الزمالك بيفكر بهذه الطريقة تبقى للنقاشات الدائرة داخل مجلس إدارة النادي الأبيض حاليا بمناسبة فتوح شيكابالا ليه دور كبير جدا هو وبعض قيادات الفريق أنه بيتكلموا مع فتوح شيكابالا يعني تحديدا وعمر جابر أنه اتكلموا مع فتوح بيقنعوا بالاستمرار بيقنعوا بأنه يعني تسهيل أمور التفاوض مع الزمالك في المرحلة الحالية اللاعب من ناحيةه رد عليهم بأن الأولوية بالنسبة له هي البقاء في نادي الزمالك والتجديد مع القلعة البيضاء في المرحلة الحالية لكن هو ليه بعض الطلبات ينتظر تلبيتها عفوا تلبيتها طيب خلينا نسيب بقى الزمالك وننتقل إلى بما نكن مع أشرف بن شرقي فتعاون نروح لبن شرقي آخر النهاردة منتخب الشباب الكابتن واقل رياض شيتوس المدير الفني لمنتخب الشباب 2005 أعلن أول قائمة لمعسكر مفتوح هيكون في الفترة من 25 لحد 27 أكتوبر يعني من بكرة يبدأ إن شاء الله قائمة ضمت